بسم الله الرحمن الرحيم تجربتنا اليوم The Sin Lenses and Correction of Visual Defects أو العدسات الرقيقة وإصلاح عيوب الإبصار The purpose أو الغرض To study image formation by using converging lens and determine its focal lens Hence to determine its power and magnification Number two To determine the focal lens of diverging lens Number three To study some of visual defects And how to correct with the help of a model الأدوات Light source مصدر ضوئي جسم عبارة عن مش أو شبكة Lens holder Screen with holder Blain mirror عدسة محدبة عدسة مقعرة Optical bench Eye model With lenses Lens holder Liter or body العدسة عبارة عن نظام ضوئي شفاف له سطحين أو لها سطحين لها سطحين يسمحان انكسار الضوء بالنسبة للعدسات الرقيقة العدسات الرقيقة هي تلك العدسات التي يكون سمكها It's sinkes أو has sickness Has sickness مهمل بالنسبة لمسافة الصورة يعني اذا قررنا سمك العدسة ببعض الصورة فنجد ان بعض الصورة كبير جدا مقارنة ببعض العدسة نعين من العدسات عدسات محدبة وعدسات مقعرة Converging lens The virgin lens أو يمكن ان نقول Positive lens و Negative lens عند سقوط الاشعة المتوازية والموازية لمحور العدسة محور العدسة وذلك الخط الوهمي الذي يمر بالمركز البصري للعدسة المركز البصري للعدسة هي تلك النقطة الوهمية التي تتوسط مركزي سطحي العدسة عند سقوط هذه الاشعة المتوازية والموازية لهذا المحور فانها تتجمع في نقطة عند خروجها من الconverse أو العدسة المحدبة فانها تتجمع في نقطة تسمى الفوكل أو البؤر المسافة ما بين المركز البصري أو optical center والفوكل point يسمى الفوكل lens أو البعد البؤر بالنسبة للعدسة المحدبة فان الصورة أو الأشعة تتجمع خلف العدسة وبالتالي فان الصورة أو البؤرة فان البؤرة أصلية وبالتالي فان الصورة تكون حقيقية إلا أنها مقلوبة بالنسبة للعدسة المقعرة أو الconcave أو ال diverging lens فانه عند سقوط أشعة متوازية وموازية لمحور العدسة فان البؤرة تتكون أمام العدسة وتتكون هذه امتداد الأشعة المنكسرة من العدسة الأشعة المنكسرة من خلال العدسة المقعرة تكون متفجقة وبالتالي فان امتداد هذه الأشعة يكون البؤرة أو الفوكل بوينت وفي هذه الحالة تكون بؤرة وفي هذه الحالة تكون بؤرة غير حقيقية أو خيالية تسمى الفيرشوال فوكل المسافة بين المركز البصري العدسة والفوكل بوينت أو الفيرشوال فوكل وعبارة عن الفوكل لينز الصورة المتكونة أو الامج اللي تتكون باستخدام العدسة المحورة بعد المقعرة تكون صورة خيالية إلا أنها معتدلة سطح تحدب العدسة أو سطح العدسة يمثل جزء من قوس يقع على محيط الدائرة وبالتالي فإن المسافة بين سطح العدسة ومركز هذه الدائرة وهي عبارة عن كرة في هذه الحالة تسمى المركز مركز تكور العدسة أو الكيرفاتشر الكيرفاتشر يلعب دور مهم جدا في صناعة العدسات لأن قانون صناعة العدسات أو لينز ميكر فرميولا عبارة عن واحد على إف حيث الإف البعد البوري يساوي إن ناقص واحد إن معامل كسار المادة المصنوع منها العدسة وحيث أن معامل كسار الهواء واحد R1 هو عبارة عن نصف قطر تكور السطح الأول للعدسة وR2 نصف قطر تكور السطح الثاني للعدسة يمكن حساب من خلال هذه المعادلة ومعرفة R1 وR2 ومعامل كسار مادة العدسة يمكن حساب فوكل لينز ويمكن حساب فوكل لينز أيضا باستخدام لينز ايكوشن أو جاوسيان فورميولا أو الجاوسيان إكوشن حيث 1 على F 1 على البعد البقري 1 بيساوي 1 على S زائد 1 على S داش حيث S بعد الجسم وS داش بعد الصور عن العدسة البوض أو قدرة العدسة لأنه مزلاب الغمز بيساوي معكوس البعد البقري أو 1 على الفوكل لينز وحيث أن الفوكل لينز أو البعد البقري يقاس بالمتر فإن البي تقاس بالمتر وسسالب 1 أو تقاس بالداوتر لو يساوي متر وسسالب 1 المغنيفكيشن أو تكبير العدسة هو عبارة عن بعد الصورة على بعد الجسم أو القيمة المطلقة لبعد الصورة على بعد الجسم أو القيمة المطلقة لارتفاع الصورة على ارتفاع الجسم أولاً نقوم الآن بقياس أو حساب الفوكل لينز البعد البقري للكفورجينج أو البوزيتف لينز باستخدام طرق مختلفة الطريقة الأولى The Distance Object Method أو طريقة الجسم البعيد باستخدام المصطرة باستخدام المصطرة نضع العدسة المحدبة على المصطرة ثم نحرك العدسة لأسفل حتى تظهر أفضل صورة ممكنة للجسم يمكن استخدام مصباح الإضاءة الإضاءة يمكن استخدام مصباح الإضاءة في سقف الغرفة أو المعمل ويمكن استخدام ضوء الشمس الذي يصدر من شباك الغرفة في هذه الحالة نرى أفضل صورة ممكنة للمصباح أو للجسم أعلى العدسة ثم نحسب المسافة من الصورة حتى سطح حتى العدسة نلاحظ أنها تساوي تقريبا 5 سنط وبإذن فوق اللينس لهذه العدسة يساوي تقريبا 5 سنط هذه هي الطريقة الأولى الطريقة الثانية طريقة طريقة المرأة حيث نرتب الأجهزة على الأوبتيكال بنش ونضع بدلا من الشاشة نضع البلين ميرو ونضع العدسة في الهلد المصدر في مواجهة الجسم وبإذن ترتيب الأدوات على الأوبتيكال بنش المصدر الضوئي الجسم العدسة البلين ميرو ثم نقرب العدسة التي تقع خلف التي تقع خلفها المرأة تماما حتى تنعكس صورة الجسم متكون بجوار الجسم مرة أخرى حتى نحصل على أفضل صورة ممكنة لبعد حتى نحصل على أفضل صورة ممكنة للجسم بجوار الجسم نلاحظ نحسب المسافة بين الجسم والعدسة وفي هذه الحالة تساوي بعد تساوي البعد البؤر أو فوكل لنز هذه هي الطريقة الثانية الطريقة الثالثة وهي طريقة الطريقة الثالثة وطريقة الجرافيكا الميثود أو الطريقة البيانية لإيجاد قيمة الفوكل لنز للعدسة المحدبة نرتب الأدوات على الأوبتيكال بنش المصدر الضوئي الجسم العدسة ثم الشاشة نضع العدسة على بعد مناسب من الجسم ثم نحاول إيجاد أفضل صورة ممكنة للجسم وذلك بتقريب الجسم وإبعاد ه بتقريب الشاشة وإبعادها عن العدسة حتى نحصل على أفضل صورة ممكنة للجسم على الشاشة وبالتالي تكون المسافة بين الجسم والعدسة يعبار عن S أو بعد الجسم والمسافة بين العدسة والشاشة هي بعد الصورة نسجل نسجل في جدول بعد الجسم وبعد الصورة ومن القانون 1 على F يساوي 1 على S زائد 1 على S داش نحسب 1 على S بقسمة 1 على قيمة S وبقسمة 1 على قيمة S داش ونكرر هذه الخطوة عدة مرات وذلك بابعاد العدسة عن الجسم ثم محاولة ايجاد افضل صورة ممكنة باستخدام الاسكرين او تظهر على الاسكرين واجاد قيمة الاس وS داش بعد الجسم وبعد الصور من خلال التدريج على الابتكال بنش وفي كل مرة نحسب الميجنيفكيشن وهي بارة عن S على S داش ثم نحسب الأفريج فاليو الميجنيفكيشن نرسم علاقة بيانية ثم نرسم علاقة بيانية بين 1 على S 1 على S داش 1 على S على محور Y 1 على S على محور X نجد أن العلاقة بين 1 على S 1 على S علاقة عكسية نوصل النقاط حتى تتقاطع مع محور Y في نقطة ولتكن A وتتقاطع مع محور X في نقطة ولتكن B The power of the lens ال-B أو قدرة العدسة هي عبارة عن النقطة A أو النقطة B أو مجموع النقطة A وB على 2 أي متوسط قيمة النقطة A زائد B وبمعرفة قيمة ال-B أو الباور يمكن إيجاد قيمة ال-F اللي هو الفوكل لنس وهو يساوي 1 على B ويقاس بالمتر الشيق الثاني من هذه التجربة هو إيجاد الباور أو الفوكل لنس للديرفيرجنج لنس أو العدسة المقاعة سنوجد الفوكل لنس أو الباور باستخدام طريقة طريقة ال-Combination وهي عبارة عن استخدام عدسة محدبة مع عدسة مقاعة حيث أن الصورة المتكونة باستخدام العدسة المقاعة هي صورة خيالية تقع أمام العدسة وبالتالي من الصعب الحصول عليها فنستخدم عدسة مقاعة توضع خلف العدسة المحدبة ثم نحاول إيجاد الصورة على سكرين أو على الشاشة نضع العدسة المحدبة والعدسة بعد وضع عدسة محدبة خلف العدسة المقاعة نحاول نضع مجموعة العدسات على بعد معين من الجسم ثم نحاول إيجاد الصورة على الشاشة نحصل على بعد الجسم هي المسافة بين الجسم ومجموعة العدسات وبعد الصورة السداش والمسافة بين الشاشة ومجموعة العدسات ثم نعوض في القانون لإيجاد قيمة الفوكل لينس أو البعد البقري لمجموعة العدسات ويعبارة عن واحد على إس واحد على المسافة إس ثم واحد على إس داش واحد على مسافة إس داش أو بعض الصور وحيث وأن واحد على الفوكل لينس للكومباين كومباين لينس بيساوي واحد على الفوكل لينس للبوزيتف لينس زائد واحد على الفوكل لينس للنيجاتف لينس يمكن إيجاد واحد على F negative lens أو diverging lens اللي تساوي 1 على F combine ناقص 1 على F positive وبإيجاد قيمة F يمكن إيجاد قيمة B power of negative lens أو من خلال المعلاقة 1 على S يمكن إيجاد قيمة B combine أو B لمجموعة العدسات المجموعة العدستين يساوي B لل positive زائد B لل negative يبقى إذن B لل negative يساوي B لcombine ناقص B لل positive وحيث أن B لل positive قد حسبت في المرة الأولى أو في الخطوات الأولى يبقى إذن يمكن إيجاد قيمة B لل negative lens أو power of diverging lens من خلال هذه العلاقة المطلوب الأخير في هذه التجربة هو التعرف على visual defectus وكيفية إصلاحها أو correction of visual defectus للتعرف على visual defectus نتعرف أولا على تركيب العين هو عبارة عن تجويف نتعرف على تلكيب العين هي عبارة عن قرانية في مقدمة العين توجد القرانية أو corneal lens ثم القذحية التي تتحصران بينهما أو جزء القذحية الذي يحصر بينه البابل أو البؤرة العين ثم crystalline lens أو عدسة العين وعند سقوط الأشعة من خلال lens system والcorneal والcrystalline lens تسقط الأشعة على ريتنا أو شبكية العين والتي تنجد بها خلايا حساسة للضوء تجمع الأشعة وتنقلها بعد ذلك للمخ عن طريق optic nerve أو العصب البصري نقطة التقاء العصب البصري مع الشبكية هي نقطة أو عند سقوط الأشعة على نقطة التقاء العصب البصري مع الشبكية تعطي البلندس بوت أو النقاط العمياء حيث لا يوجد في هذه المنطقة خلايا حساسة للضوء كما قلنا أنه عند سقوط الأشعة من خلال أو المنعكسة من خلال الجسم على lens system أو نظام العدسات أو مجموعة العدسات في عين الإنسان هي عدسات محدبة فإن الصورة تكون حقيقية مقلوبة أو تتكون صورة حقيقية مقلوبة على ريتنا أو الشبكية عيوب الإبصار الميوبيا أو قصر النظر في العين الطبيعية تسقط الأشعة على الشبكية وبالتالي تحدث الرؤية أما بالنسبة لقصر النظر وهو عبارة عن عدم المقدرة أو عدم القدرة على رؤية الأجسام البعيدة بوضوح فإن الصورة تقع أمام الشبكية الصورة تقع أمام الشبكية ويحدث ذلك نتيجة لزيادة تحدب قرنية العين أو زيادة المسافة ما بين عدسة العين والشبكية والإصلاح هذا العيب نستخدم الـ الـ وذلك لجعل الأشعة تسقط على الشبكية العيب الثاني الـ 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 وهو عبارة عن عدم القدرة على رؤية الأجسام القريبة بوضوح وفي هذه الحالة تسقط الأشعة المنعكسة من خلال الـ خلف ريتنا أو خلف الشبكية ويحدث ذلك لزيادة إما لزيادة تسطح قرنية العين أو لنقصان المسافة بين العدسة والشبكية والإصلاح عيب الـ هايبر متروبيا أو طول النظر نستخدم الـ الـ أو العدسة المحدبة لجعل الأشعة تسقط على الشبكية تماما من العيوب أيضا الاستجماتيزم ينتج من عدم الانتظام في قرنية العيوب حيث أن الأجسام هي عبارة عن خطوط طولية وعرضية أو الأشعة منعكسة على العين هي عبارة عن خطوط طولية وعرضية فإن عدم الانتظام في أحد المحاور الـ أو الـ يؤدي إلى سقوط الأشعة منعكسة من خلال العين خلف الشبكية يبقى يبقى خطوط طقع على الشبكية تماما وخطوط طقع خلف الشبكية مما يؤدي العدم وضح الرؤية في الاتجاه وليكن الاتجاه الـ في هذه الحالة وهذا ما يسمى بالاستجماتيزم يتم إصلاح عيب الاستجماتيزم باستخدام سيلندريكال لينز أو عدسة استوانية حيث يؤدي ذلك إلى انتظام إلى الانتظام في تحدب قرنية العين مما يسمح بسقوط الخطوط الطولية والعرضية للأجسام على الشبكية في نقطة في نقاط في نقاط الرؤية من العيوب أيضا البرسبيوبيا أو ضعف نظر الشيخوخة أو طول نظر الشيخوخة وهذا انتج من قلة مرونة عدسة العين نفسها أو العضلات الحاملة للعين مما يؤدي إلى حدوث reduction في الكموديشن أو اختزال في تكيف عضلة العين لرؤية الأجسام القريبة ونستخدم لهذه لهذا العيب بايوفوكال بايوفوكال لإصلاح هذا العين نقوم الآن لعمل demonstration لبعض عيوب الإبصار ولكن قبلها نتعرف على الموديل المستخدم في ذلك الموديل غير التحدد باستخدام ماء موضوع داخل العدسة وبالضغط على مكبس المحقن فإن تحدد العدسة يزيد أو يقل بمقدار الضغط على المكبس وبالتالي هتحاكي عدسة العين لينزو هلدر مسمار لتغيير وضع العين من قصر النظر والعين العادية وطول النظر وبإذن ثلاث أوضاع لهذا النموذج الوضع العادي للعين ووضع قصر النظر وفي هذه الحالة نلاحظ أن العين يحدث لها استطالة أو بعد المسافة بين العدسة والشبكية وطول النظر وهو عبارة عن قصر المسافة بين العدسة والشبكية ونستخدم لتر وهو ليكون الجسم المراد تكوين صورة له على الشبكية ولا تتمثلها هذه القطع بعد تلكيب العدسة في مكانها نضع العدسة ونضع العين حيث يستقع على بعد حوالي 30 سنط من الجسم لو يمثله الحرف أو الحرف الذي على شكل حرف يوم على بعد 30 سنط نضع العدسة على بعد 30 سنط من الجسم نلاحظ نلاحظ تكون صورة وذلك بعد الضغط على السلندر أو ضغط البستم البستم المحقن لنكون أفضل صورة ممكنة على هذا الجزء الذي يمثل الشبكية بعد الضغط على البستم نلاحظ تكون أفضل صورة ممكنة عند هذه الوضعية نقوم الآن بتغيير شكل أو طول النموذج إلى وضعية قصر النظر أي بعد للمسافة بين العدسة والشبكية نلاحظ أن الصورة التي كانت واضحة على البروجيكتد أو على الشبكية هذه القطعة التي تمثل الشبكية نلاحظ أن الصورة أصبحت غير واضحة نستخدم عدسة مقعرة لإصلاح هذا العيب وضع العدسة في الهولدر لنز نلاحظ أن الصورة المتكونة أصبحت واضحة مرة أخرى لعمل دومنستريشن للهيبر متروبيا أو طول النظر نضع الجسم على الوضع الطبيعي طول الطبيعي للعين على بعد 30 سنط تقريبا من 30 سنط من عدسة العين إلى من العين إلى الجسم ثم بتضغط على مكبس المحقن حتى نحصل على أفضل صورة ممكنة على هذا الجزء الذي يمثل الشبكية عند تكوين أفضل صورة نغير من وضع العين إلى وضع طول النظر وهو قصر المسافة بين شبكية العين والعدسة قصر المسافة بين شبكية العين والعدسة نلاحظ أن الصورة أصبحت غير وضحة لإصلاح هذا العين نستخدم عدسة محدبة نضعها في الهولدر نلاحظ أن الصورة المتكونة أصبحت وضحة مرة أخرى نقوم الآن بعمل demonstration للبرسبيوبيا أو ضعف نظر الشيخوخة نضع الموديل على بعد حوالي خمسين سنتي من اللتر أو من الجسم وبالضغط على المحقن نحاول الوصول لأفضل صورة ممكنة للجسم أو للتر على هذه القطعة التي تمثل الشبكية أو البروجيكتد بيكتشا أصبحت الآن الصورة واضحة تمثل هذه المسافة النقطة القريبة للعين فنقرب الجسم لبعد 30 سنط تقريبا نلاحظ أن الصورة أصبحت غير واضحة نضع عدسة محدبة لإصلاح هذا العيب مما يمثل demonstration أو محكاة أو بيان عملية على ضعف نظر الشيخوخة أو البرسبيوبيا وبذلك تكون قد انتهينا من هذه التجربة شكرا ترجمة نانسي قنقر